الحج إبراهيم نجار بظروف شغل وتروح يشتغل في أي مكان عند ناس مثلاً أموالهم حرام أو في شبهة فبيسأل عن طبيعة عملوا عند هؤلاء وكسبوا يعني نعم الحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله عليه الصلاة والسلام كان علي بن أبي صالب رضي الله عنه يعني ينزع الماء من البئر اليهودي مقابل المال واليهود أموالهم محرمة أو مختلطة ولم يكن يعني إيه والنبي علم وأكد أن ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالمسألة أنا أعمل عند أحدهم ولا أعلم ماله حلال أو ماله حرام أنا لم يتعبدني ربي أن أسأل أنت مالك جاي من إيه طب علمت بقى أن هذا ماله مثلاً مختلط ماشي لا شيء في ذلك لكن ماله كله حرام فاللو عمل عنده وأخذ لا شيء عليه لكن من الورع أن يبتعد أن يبتعد عنه من باب وتعوانه على البر والطق ولا تعوانه على الإسم بعدها حتى يكون هناك مفاصلة يعني مثلاً أنا عارف أن ده بتجري في المخدرات وأروح أعمله اللي هو عايزه طيب من باب الأمر معروف النعم الممكن أن أبتعد أنا لكن إن عمل وأخذ المال أرى أنه لا شيء عليه والله دي متروك الورع والخوف نعم نعم